اشتركوا في القناة الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذب السمود عاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوبا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاتية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ سمالية يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أودي كتابه بيمينه فيكون هاء مقرأ كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كنوا واشربوا هليئا بما أصلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أذر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسنة ذروها سبعون ضراء فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسمه لا يأكله إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا بالملوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتكين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصرة على الكافرين وإنه لحق اليكين فسبح بسم ربك العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته